هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فلاحي ومزارعي مصر بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والسبعين للفلاح أكد مدبولي أن هذه المناسبة تأتي تخليدا لجهد الفلاح المصري الدقوب عبر سنوات والعقود وعرفانا بفضله في تنمية وتطوير القطاع الزراعي الذي يظل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن برنامج عمل الحكومة يكرس اهتماما خاصا بهدف الأمن الغذائية